موسيقى البداية من ملف الأزمة الإيرانية حيث وقع الرئيس الأمريكي ترامب على مرسوم تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف هذه المرة المرشد الأعلى علي خامنئي الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب أكد في آخر تغريداته على تويتر أن على إيران التوقف عن السعي لحيازة السلاح النووي ورعاية الإرهاب تغريدة الرئيس الأمريكي تزامنت مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كل المينة السعودية والإمارات والتي قالت عنها مصادر دبلوماسية أمريكية مسؤولة أن الهدف منها بناء تحالف لمنع إيران من مواصلة تقويض حرية التجارة والملاحة في المنطقة كما كان متوقعا وقع الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب على مرسوم تنفيذي يشمل حزمة عقوبات جديدة على إيران بعد أن تعهد بالقيام بذلك الأسبوع الماضي ردا على تعمد طهران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بالإضافة إلى تهديداتها المتكررة لحرية التجارة والملاحة في الخليج العربي ومضيقي هرمز ستمنع العقوبات المشددة الجديدة المرشدة الأعلى ومكتبه والأشخاص المقربين منه من الوصول إلى مصادر تمويل رئيسية تمثل هذه العقوبات ردا مناسبا وقويا على تصرفات إيران المستفزة وصنوا واصلوا الضغط على إيران إلى أن يتخلى النظام عن نشاطاته الخطيرة وكان الرئيس الأمريكي قد أكد في وقت سابق عبر تغريدات على تويتر أن على الإيرانيين الكف عن السعي لحيازة السلاح النووي ورعاية الإرهاب مضيفا أن دولا مثل الصين واليابان عليها التكفل بتأمين الحماية لناقلاتها النفطية في المنطقة متسائلا في نفس الوقت عن جدوى قيام الولايات المتحدة بهذا الدور منذ سنوات وبدون أي مقابل تغريدات ترامب تزامنت مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المملكة العربية السعودية حيث أجرى محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز محادثات أكدت مصادر دبلوماسية أمريكية أنه تم البحث خلالها حرية التجارة والملاحة في الخليج العربي كما يرجح العديد من المراقبين أن اللقاء كان فرصة كذلك حتى تقدم الولايات المتحدة لحليفتها السعودية تطمينات بعد قرار الرئيس الأمريكي تأجيل الضربة العسكرية ضد إيران إثر إسقاطها الطائرة المسيرة الأمريكية الأسبوع الماضي هذا ومن المقرر أن يتوجه بومبيو خلال الساعات القادمة إلى الإمارات لمناقشة نفس المحاور مع قادتها الحراك الدبلوماسي الأمريكي لم يتوقف عند هذا الحد إذ يواصل المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك جولته الخليجية التي حملته خلال الأيام القليلة الماضية إلى كل من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان جولة تشاور خلالها المسؤول الأمريكي مع قادة هذه الدول حول تطورات الأزمة مع إيران وليؤكد لهم بأن البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة ستطلع مجلس الأمن على آخر النتائج والأدلة التي تم التوصل إليها والتي تؤكد تورط إيران في الاعتداءات الأخيرة في المنطقة ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض خالد الزعتر المحلل السياسي ومن القاهرة أيضا معناه هشام البقلي الباحث في الشأن الإيراني ومن واشنطن ينضم إلينا بيتر هامفري الدبلوماسي السابق والخبير السياسي أهلا بكم مضيوفي أبدأ معك ضيفي من الرياض سيد خالد أبدأ بتعليقك على حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي قبل قليل على إيران وخصوصا أن هذه العقوبات الآن وصلت مباشرة إلى أعلى سلطة في إيران علي خامنئي مساء الخير وعلى ضيوفك الكرام عندما ننظر إلى العقوبات أو الحزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي طالت المرشدة الإيرانية أنا في تقديل أن الولايات المتحدة الأمريكية بهذه العقوبات سعت إلى خنق أعلى سلطة في النظام الإيراني وهي المرشد الإيراني الذي يتحكم بمفاصل الدولة ويسعى إلى صياغة السياسات الخارجية والداخلية أيضا هذه العقوبات لم تقف عند حدود المرشد الإيراني الذي قدرت السفارة الأمريكية في بغداد ثروته بما يقارب المئتين مليون دولار وإنما أيضا كان هناك حديث بأن هذه العقوبات ربما تقال أيضا الوزير الخارجي الإيراني جواد ضريف أنا في تقديل أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت بهذه العقوبات ومن خلال فرضها على الطرفين سواء الذي يمثل التيار المتشدد وهو المرشد علي خاميني أو الذي يمثل التيار الإصلاحي وهو محمد جواد ضريف أن تقول الإيرانيين بأن لعبة تقاسم الأدوار في الداخل الأمريكي هي لم تعد تنطلي في الداخل الإيراني هي لم تعد تنطلي لا على الولايات المتحدة الأمريكية ولا على المجتمع الدولي عندما ننظر إلى الولايات إيران في تعاملها مع الضغط السياسي والضغط الاقتصادي أو حالة التصعيد التي تعيشها المنطقة نجد أن إيران تتعامل بتقاسم أدوار بينما يرشد المرشد الإيراني على الذهاب نحو التصعيد نجد أن جواد ضريف وزير الخارجية لإيراني هو يحاول أن يوصل برسائل للدول الأوروبية بأنه يحاول تلطيف الجواب بأن إيران ترغب في التهدية والبحث عن الاستقرار ولذلك هذه العقوبات بتقديري أنها سوف تشكل أهمية كبيرة بخاصة وأن فيما ظل ما يعيشها الشارع الإيراني اليوم من حالة من غليان شعبي بسبب تردية لوضاع المعيشية وبالتالي أن هذه العقوبات ليست فقط في قيمتها أنها تستهدف المرشد الإيراني أو أنها تستهدف أصوله في الداخل والخارج وإنما أيضا إذا ما نظرنا إليها على مستوى أعلى وهو على الصعيد الدولي نجد أن هذه العقوبات في تقدير أنها سوف تحدث الكثير في علاقة إيران بالدول الأوروبية إيران منذ العقوبات الأمريكية عليها وهي تحاول التعويل على الدول الأوروبية لتخفيف هذه العقوبات ربما ما يمكن أن ننظر إلى حالة الصدام وحالة الصراع بين إيران والدول الأوروبية أن السبب الرئيسي خلفها أن الدول الأوروبية حتى هذه اللحظة لم تتخذ خطوات من شأنها تخفيف العقوبات على الجانب الإيراني. وبالتالي فإن فرض المزيد من العقوبات. وباعتقد أنه سوف يؤدي إلى تفكيك الارتباط ما بين إيران وبين الدول الأوروبية. وهو يصب في مصلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الذي يهدف إلى بناء إجماع دولي. ربما الموقف البريطاني الذي أحدث تغييرا كثيرا. هو يعبر عن هذه الحالة بشكل جيد. نعم. يعني على كل الأحوال أنت عملت مرور سريع على كل المواقف المتوقعة. سأنتقل بالسؤال إلى أعلى سلطة في إيران. وإلى الصف الأول من رجال النظام الإيراني. هل كانت متوقعة من قبل الإدارة في طهران؟ أولا. مساء الخير لك. أهلا. مساء الخير لك. أهلا. للمشاهديك. التحرق الأمريكي هذه المرة. واستهداف رأس النظام. وخاصة علي خامنائي. كان ردا من الولايات المتحدة الأمريكية على الرسالة التي تم توجهها إلى طهران. لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية الجلوس على طاولة التفاوض. وكان هناك رد من قبل إيران. أو رسالة وصلت عن طريق سلطنة عمان. بأن خامنائي هو من يرفض بشكل قاطع الجلوس مع أمريكا على طاولة التفاوض. فبالتالي هذا كان جزءا من الرد الأمريكي على هذا الأمر. كان متوقعا بالفعل أن يتم استهداف أكبر قدر من القطاعات داخل إيران. واستهداف شخصيات كثيرة داخل إيران. لو عدنا إلى الوراء قليلا قبل تقريبا أسبوعين. قال الرئيس ترامب عندما سؤل عن غزو إيران. قال عندما أخذ إيران سأخذ إيران اقتصاديا وليس عسكريا. وبالنظر دائما إلى شخصية الرئيس الأمريكي ترامب. سنجد أنه شخص يتعامل بمبدأ الاقتصاد. هو المحرك الأساسي لكافة الدول. وهو المحرك الأساسي للإرهاب. وهو من سيجبر تهران على جلوس على طاولة التفاوض. حتى الآن وما خرج من تصريحات أيضا فيما يخص دعوة الرئيس ترامب للدول. التي تستخدم وضيق هرمز لحماية تجارتها. هو ضغط أيضا اقتصاديا على الدول التي ما زالت تدعم تهران. وما زالت تتعامل معها ضد السياسات المنطقة. وتهدد أمن منطقة الشرق الأوسط. إذن هذا الأمر كان متوقع من قبل الإدارة الأمريكية. وشخصية الرئيس تقول أن هناك المزيد لإجبار تهران على جلوس على طاولة التفاوض. وأعتقد أن هذه المرحلة قد اقتربت بشكل كبير جدا. نعم. أنتقل أيضا إلى ضيف من واشنطر. بيتر هامفري الدبلوماسي سابق وخبير سياسي. نتحدث عن عقوبات اقتصادية. والمزيد من هذه العقوبات على ما يبدو في الأيام القادمة قد نسمع بها. إلى أي ماذا نستطيع أن نقول بأننا وصلنا إلى الحد الأقصى من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. بوصولها إلى رأس الهرم. وبيصولها إلى ضباط الصف الأول أو رموز الصف الأول في النظام الإيراني. إن العقوبات لا حدود لها. يمكن أن تزيدي من العقوبات أو تجدي شيئا آخر تفرضين العقوبات عليه. وللعقوبات مدة محددة ولا تبقى إلى الأبد. قد يستخدمها بعض الدول اللي يقوم بعمليات التهريب ويلتفون حول هذه العقوبات. ربما ثلاث إلى خمس سنوات. أيضا إذا ما قررنا أن نستمر بشكل قوي. من الممكن أيضا فرد عقوبات إضافية ثانوية. وأعني بذلك بأن الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران تخضع للعقوبات إذا ما استمرت بهذا النشاط التجاري. لم ندخل في ذلك بعد كثيرا بشكل وضوح. إن العقوبات الحالية هذا الأسبوع مرتبطة باستهداف القيادات الإيرانية. وأيضا بحيات محاولة لاستهداف النشاط التجاري للطاقة هناك. طبعا إن استهداف القادة هو رمزي. ولكن لن يكون مجديا كثيرا من الناحية الجيوسياسية. طبعا من ذلك الكثير من التحذيرات بأن هذه العقوبات كانت قادمة وقد تحاول بعض البنوك السويسرية من أن تقوم بالتلافي حول ذلك. سنتقل إلى ضيف هشام. يعني ردة الفعل الإيرانية الآن. كيف من المتوقع أن تكون؟ هل ستستمر بعمليات الاستهداف المتتالية التي بدأت بالقيام بها منذ فترة؟ وبالمقابل هل نستطيع أن نقول أيضا بأن إيران ربما اعتادت على التعايش بع العقوبات الاقتصادية التي تفرض عليها من قبل الولايات المتحدة؟ ليس حديثا وإنما منذ عقود؟ أولا إذا كانت إيران اعتادت بالفعل على هذه العقوبات فبالفعل قد اعتادت عليها بشكل كبير جدا وأصبح لديها من الطرق الكثير للالتفاف على هذه العقوبات. وأربعين عاما تقريبا من العقوبات على إيران نقترب من حوالي مائة نوع من العقوبات الاقتصادية تم فرضها على النظام الإيراني ومازال النظام الإيراني لديه من القدرة على الالتفاف على هذه العقوبات وهناك أسباب لذلك يمكن السبب الرئيسي في هذا الأمر هو استمرار تواجد عدد من الدول داعمة للنظام الإيراني استغلال حالة الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي في التعامل مع إيران وهو الدول في منطقة شرق آسيا تتعامل مع إيران الصين الآن مازالت تدعم النظام الإيراني وتحاول بكل قوة أن تساعده في الإبقاء على الاتفاق النووي وتساعده في الوقوف أمام هذه العقوبات روسيا تستغل الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية والملف السوري وما إلى ذلك للدخول في حائط الصد عن النظام الإيراني كل هذه المعطيات تجعل إيران لديها من القدرة على الالتفاف على العقوبات بجانب أيضا أن هناك دولا تبحث عن مصالحها إيران تبيع النفط عن أكثر من طريقة منها سفن الأشباح ورفع أعلام غير الأعلام الإيرانية على السفن بأسعار أقل من الأسعار العالمية فبالتالي هناك دولا تبحث عن مصالحها في هذا الإطار وإن كانت العقوبات هذه المرة أو في خلال عهد الرئيس ترامب هي أقوى وأقصى كثيرا من ما كانت عليه في السابق خاصة أن الفترة التي كانت تسبق الاتفاق النووي وعندما كانت تفرض العقوبات كان هناك أبوابا كثيرة مفتوحة بعلم الإدارة الأمريكية للتعامل مع إيران أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا اتجهت نحو فرض عقوبات أكثر على الدول التي تتعامل مع إيران قبل أن نقول أن العقوبات على إيران نفسها سيكون الأمر أكثر قوة وتأثيرا على النظام الإيراني سيؤدي بالفعل استمرار التصعيد من الطرف الإيراني هناك شقين داخل إيران الجانب الحكومي والدبلوماسي فيما يخص الرئيس الإيراني حسن روحاني ومعه مهندس الدبلوماسية الإيرانية محمد جواد ظريف يتعاملان دائما بلغة دبلوماسية سواء مع الدول الأوروبا أو حتى مع دول المنطقة يحاولان إصار رسالة مفهومها أن إيران تريد الخير وتريد السلام وتريد كل هذه الأمور وعلى الطرف الآقر هناك لغة تصعيد من قبل الحرس السوري الإيراني ومن قبل خامينئي ولكن دائما ما يكون التصعيد هو سيد الموقف من قبل خامينئي لأنه هو المتحكم الرئيسي في صناعة القرار الأمريكي وأسفة الإيراني ورأينا في السابق تغيب الموقف من محمد جواد ظريف ومهاجمة شديدة للاتحاد الأوروبي بعد انتقادات خامينئي له على إدارة الملف بشكل عام سيد بيتر أتوجه إليك بهذا السؤال الرئيس الأمريكي عبر تغريدة له على تويتر اليوم قال بأنه ما تطلبه الولايات المتحدة من إيران يعني بسيط للغاية هو إقاف الطموحات النووية ووقف دعم الإرهاب هذا الطلب الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه بسيط إلى أي مدى يمثل طلبا صعبا ومستحيلا بالنسبة لإيران نحن نريد خمسة أمور إيران أن تخرج من اليمن من العراق وتخرج من سوريا أيضا بالإضافة إلى ذلك عدم تطوير الصواريخ الباليستية ولا عدم تطوير أي قنبلة نووية للأسف إن الاتفاقية النووية الحالية مع أوروبا تسمح لتطوير القنبلة النووية ويريد رئيس ترامب قفل هذه الصغرى من المثير الاهتمام إذا أتى الإيرانيون إلينا وقدموا أي من هذه الشروط لن يغادروا سوريا ولن ينسحبوا من العراق ولن يغادروا أو ينسحبوا من اليمن وهذا قد يقضي على حلمهم بتأسيس لمحطة على الحدود مع المملكة العربية السعودية فكلها شروط قد تصعب الأمور على هذا النظام في إيران أن ندرك بأن إيران لا يمكن أن تطور أي قنبلة نووية لا يمكن لإيران أن تستخدم قنبلة نووية تصور أي وضع تستخدم فيه إيران قنبلة نووية وبعد ذلك لم يتم القضاء على هذا النظام بعد بضعة أيام هي مسألة غير نافعة لهم ومسألة الصواريخ أيضا غير مجدية للإيرانيين إذن قد يتحدثون عن بعض الأمور على يا سيد ترامب عن بعض الأمور على لائحتك نعم أموما ربما الساعات القادمة أو الأيام القادمة ستكشف المزيد من المواقف لعل أبرزها الموقف الإيراني وردت فعله على هذه العقوبات على كل أكتفي بهذا القدر وكل الشكر لضيوفي من واشنطن بيتر هينفري الدبلوماسي السابق وخبير سياسي وأيضا أتوجه بالشكر إلى ضيفي من القاهرة هشام البقلي باحث في الشأن الإيراني وأيضا الشكر موصول بالتأكيد إلى ضيفي من رياض خالد الزعتر المحلل السياسي شكرا لكم اشتركوا في القناة